عاد أعضاء الكونغرس إلى واشنطن بينما لا يبدو أن هناك اتفاقا على رفع سقف الديون الذي تجاوزته البلاد الأسبوع الماضي فالرئيس بايدن وأعضاء حزبه الديمقراطي الذين يريدون زيادة ثابتة في سقف الديين يرفضون بحث خفض الإنفاق الحكومي مع الجمهوريين نريد أن أتحدث إليكم بشأن خطط الاقتصاد المتطرفة للجمهوريين فهم جادون في تقليس مساعدات الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية أيضا وأنا ليس لدي أي نية لتمكين الجمهوريين من تحطيم اقتصاد بلادنا لكن يبدو أن تطلعات الحزب الجمهوري كبيرة جدا فمطالباته تتركز على تحقيق موازنة معتدلة خلال السنوات العشر المقبلة وهذا يحتم خفض نحو سبعة تريليونات دولار من حجم الإنفاق بما في ذلك برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي التي تمثل سبعين في المئة من إجمالي الإنفاق الفدرالية بعد فترة زمنية تصل بلادنا إلى صقف الاقتراض علينا مواجهة الحقيقة والتساؤل لماذا صرفنا أقصى مما هو متاح لنا أعدكم بوضع التدبير عملية من شأنها عدم الوصول إلى أعلى الصقف نحن عازمون على مواجهة هذه المسألة والشعب يدعمنا في ذلك ويرى المشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أن المحادثات باتت ضرورية في ظل كونغرس منقسم بمجلسيه النواب والشيوخ برغم أن أي مفاوضات لا تعني بالضرورة ضمان نجاحها كما فشلت في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2011 الثابت في المشاورات الجارية أن هناك استثناءات مشتركة للحزبين بشأن الإنفاق الحكومية أبرزها الميزانية العسكرية السنوية برغم سعى الجمهوريين إلى التدقيق في المساعدات المقدمة لأوكرانيا وبالتالي ينحصر التفاوض اليوم في خفض الإنفاق على برامج الرعاية الصحية والاجتماعية محمد كريم واشنطن الميادين